موسيقى يا صباح الخير والبركة المطر والبرد المترافق بيدفق كيف ما بعرف إن شاء الله تكون أيامكم كل دفع صباح الخير لكل الناس اللي تتابعنا عبر شاشة سماء الفضائية يا صباحك يا رنا يا صباحك ورد وصباح الخير لكل الأشخاص اللي متعبعونا اليوم بردت شوي زيادة عن الأيام اللي مرقت إن شاء الله تكون أيامكم في دفع وفي كل شيء تتمنوا تكون أيام حلوة يا رب على الكل وأكيد بدنا نصبح على الشيف السناعي اللي كل يوم عم ترافقنا بأكلات ووصفات جديدة صباح الخير شيف يا صباح الخير شيف سنا صباح الخير وراني قالت شوي برد الزيادة شوي شوي خلام خلال الدفع للوبنا إن شاء الله سيغطي على البرد إن شاء الله يا رابو أنت الدفع عندك بالمطبخ الغابة انا دعم الغاس يا خبب يأتي الدفع يأتي العنت حسنا كيف حضرة اليوم؟ اليوم لدينا باستا بالأعشاب وعنا شربة بروكلي باستا بالأعشاب مع شربة بروكلي رس نشوف المقادير وطريقة التحضير معك يا شيف بعد شوي شكران شكران طيبة الفاستا هل تحبب بعض الوضع؟ طيبة، رشيد. طبقتها مرة، طبعت الجنة. انتجربتها؟ برابو، نجو، نعم. لازم، هلأ، هلأ بندوقكم من تحت إيضان شف سنة. بفقنا. يعني حلقتنا لليوم غنية كالعادة بالفقرات، بالتقارير، بالضيوف المتخصصين بمجالات مختلفة، واشوفوا معنا بنعرف بها العبد السريع. صباح الخير، وبحب صبح على أهلي وحبايبي وعائلتي كلها. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. بوقتها يمكن بيصحى في بعض الأشخاص على صوت الناس اللي بيحبوهن. البعض الثاني اللي عندهم مثلاً شغل أو جامعة غالباً بفيقوا على صوت مو محبوب أبداً اللي هو صوت المنبه. هذا الصوت الغريب العجيب اللي كنت عم قول أنا ورانا أنه كل فترة لازم نغير أصلاً صوت المنبه. نتعود عليه، نصير من نفكر أنه عم نشوف بنومنا. تختلط مع المنام يعني الأصوات. على كل حال هذا الجهاز المزعج لفث الكثير من الخبراء اللي يدرسوه وحددوا لنا شو أضراره وشو نغمة الرنين الأنسب يلي بينصحوا فيها لنستخدمها كنغمة للمنبه. تفاصيل أكتر بهالتقرير. من أكتر الاختراعات إزعاجاً، وصوته له إدرة كبيرة على استفزازنا كل صباح. المنبه واحدة من الدراسات ركزت وبحثت بتأثير المنبه على الصحة العامة، ووجدت بأنه هالاختراع بيزرع بنفسنا الخوف والذعر. كما أن الاستيقاظ المفاجئ على صوت المنبه كل صباح له مخاطر على الصحة القلبية. العلماء قالوا أن الاستيقاظ من نوم عميق على صوت المنبه بأثر على الذاكرة والقدرات المعرفية على المدى الأصير، والإنسان بيتصرفه كأنه تحت تأثير مخدر، وبيشتغل بس بـ 65% من أوتو. الجدير بتذكر أن كل هالتأثيرات لها علاقة كمان بصوت المنبه، وضمن هالخصوص بتختلف أذواق الناس بشأن نغمة المنبه، منهم يلي بيحب الصوت المرتفع أو الحاد، وفي الأشخاص يلي بيفضلوا الموسيقى. العلم كان له رأيه بها الموضوع، فدراسة أسترالية أجريت على 50 مشترك، وجدت أن النغمات التنبيه الأوية بترتبط بمستوى الضيق الصباحي، ويمكن تعطل نشاطنا العقلي، والاستيقاظ على جرس إنزار سيء بموسيقى صاخبة أو حد، ما عاد يمكننا من العمل لمدة بتصل لأربع ساعات. الخبراء نصحوا بالاستيقاظ على الموسيقى لأن صوت الألحان الخفيف بيساعدنا على الانتقان لحالة اليقظة بطريقة أكثر فعيلية. صارت نروح نحن وياكم لعند الشيف سنعق ونشوف شو الخطوات اللي حتبلش فيها، بأكلت اليوم. فضلي شيف. نبدأ أول شي بالشربة لأن الشربة بتضوئت أكثر. عندي لتتبيلة الشربة ملح، بهار أبيض، بهار بصل وبهار توم، عندي مواد زيتية اللي هي وزبدة وزيت. حط بالشربة، أنا عندي بهم بطاطم قطعت كتير صغير، جزار، بروكلي، طحين منشان عندي الشربة تشد. عندي هون كريم، هذا شيء اختياري إذا حابين أو لا. وعندي هون مرقة الخضراء أنا اللي بدي أرجع مدد فيها الشربة. أول الشي شو حساوي؟ حننزل بالزبدة والزيت، بدا نبلش شوية نقلي الخضراء عنا، بعدين. دائماً منبلش أول الشي بالخضراء اللي بدي سوى أكتر، أنا هون حابلش بالجزر. أبطعته قد ما فيه، نعم فيه كون تبرشو، إذا ان احنا بننستغل وقت. حابلش هيك بس بس شوي، معين شي دقيقة بس. هون عندي أنا البروكلي كمان مساويته كتير ناعم بس هخلي هون قطعة بدي شيله للتزيين، وبالباقي بدي حطه بقلب منه. قد ما فيه أطرون ناعمين، بس هيك حنتب بلون شوي، بعدين حننزل بالبطاطا، البطاطا أنا هون بعد ما قطعتها غسلتها ونقعتها بقلب الماء، وإذا أنا بدي يطول فيها الفكرة أنه قد ما تعطيني هذا اللون البني أو اللون الغامن. نعمل لون هيكي، بس بيلي. هلا، من هون أنا هلا هدول يتقلوا شوي عندي، هنبلش بخطوة واحدة من المقادير تبعاتنا تبع الوصفة التانية، الوصفة التانية اللي عندي إيها هي باستة، أنا هون عندي لحمة وبصل، عندي فطر، عندي أوريغانو، عندي فلفل أسود، بهار بصل، بهار توم، وطحين كمان، ما هيكونوا لهي الوصفة، عندي حليب وأعشاب وكرام، نحن الباستة اللي هنستخدمها اليوم هي باستة دولامي، هابلش أنا بالباستة أول شيء أسلقها، شوية ملح، شوية زيت، هاخر تقريباً أنا نص العبوة، نزلها كلها هيك، حاولوا ما تخلوك باستة برات المي، عشان عندي ما تشد، يكفيني نص الهلا هاي 500 جرون، يكفيني نصها، يكفيني نص العبوة، يكفيني نص العبوة، يكفيني نصها، الشربة تبعاً، ملح، فار أبيض، بودرة البصل، وبودرة التوم، كثير باراتنا كثير بسيطة، كثير بسيطة، نرجع رد هيك، نتبلون، هلا مثل ما عمينا، نحنا اللطحين هو اللي هيشد اللي هيها للشربة، بحسن نخليها مثل ما هي قطع، بحسن أنا اليوم ها أضربها، هساويها كريمي، من هون بس كمان لهدول نقال ديون، هنعمل خطوة تانية كمان بالباستا، أنا عندي هون اللحمة، هنبلغش نتبلها، شوية ملح، بودرة البصل، بودرة التوم، وللحمة دائماً، الفلفل الأسود هو بيعطيها غنم، أكتر من الفلفل الأبيض، كل شي لحوم، طيلا، أنا البصل هون، تحسو تسعوه بالبراشة، أنا ساويته هتا عالدفة، بس ساويته كتير ناعم، هناخد شوية أعشاب، أنا اليوم اخترت زعتر بري، شوية بقدونس، هدول الأعشاب اللي اخترتن أنا لليوم، هناخد بس الورق، حاولوا ما تغضوا الجزع، هنطعوا الأدماء فينا صغير صغير، هلا، ناخدون، بحطن هون، هنبدلش، عندي هون أنا مقلاية تانية، هننزل فيها بشوية زبدة وشوية زيت، أنا بس بدي أعمل لها تقلاية للحمة، تقلاية بسيطة، وبعدين دا تكمل الطبخ تبعها بقلب الصوس، نعمل لهم تقليزة للخضرة، هيك قد ما فينا مفوت المكونات ببعضها، هلأ هنكورهم، ننزلهم بقلب المواد الدسمي، نعملهم كرات تقريباً بحدود العشرة جرام كل حبة، هيك، حتى نخلصهم، نعمل لها تقليبة للباستا كل شوي، حتى عندي ما تعجل، هلأ هنكمل الشوربة تبعنا، شو هنساوي للشوربة، هننزل باللطحين، تقريباً، معلقتين، بس هيك، نتركها زقيقة، بس لحتى تروح عندي فاعمة لطحين، وبعدين هنزل بمرق الخضرة، هلأ بدي أنا عندي تتعقد، متى ما تعقدت، متى ما استويت الخضرة، هلأ الخطوة الثانية، أنا، أنه أنا بدي أخليها هيك لتتعقد تستوي تماماً، بعدين، بخلطها، هلأ هيك هاتركها لتهدي، هنكمل مع بعض اللحمة، هلأ خطوطنا الجاية، هي أنا بس لأخلص اللحمة، بدي أقلي الفطر، بنفس المواد الدهنية اللي أنا قلت فيها اللحمة، بدي ساوي صوص بشمال، صوص أبيض، وبعدين بدي نزل الباستا من بعد منها، هلأ هيك، تقريباً، أنا بس ها خليها تتقلّى هيك بس شوي من فوق، وبعدين نكمل مع الصوص، الطبخ تبعها، شكراً يا شايف سناء، سلام إذاك يا شايف، يعني شغلة مفيدة، ومنحة لما حدا يطلب مننا وصفة، ونقله الطريقة ونخبره، إنه هاي من وصفات الشايف سناء، بيكون هو استفاد، ولكن الشغلة اللي ممنحة لما نقول لشخص بنعرفه، والله فلان حكى عليك وذمك بأكتر من صفات، هي ما من قولها هيك، طبعاً، هي من قولها كالتالي، تعلموا مني حقاً، يلا بلا ما نحكي، بلا ما نحكي، لا ما رح خبرك، بلا ما هزلك بدنك، صيرينا بتقول لي شوفي، شون حكى عليك شغلة، شون حكى وببلش الموضوع، هلأ السؤال اللي بدنا نطرحه على المشاهدين وعلى أنفسنا بهيك موقف، مين الشخص يلي نقل الحديث لألنا، مين بيعتبر الأسوأ اللي حكى علينا، ولا اللي نقل الحديث لألنا، ما رأيك يا رينا؟ يعني بصراحة بحسل اثنين، يعني هلأ هو اللي حكى، هو بنهاية، عم يحكي علينا بالعاطل، وبحسي اللي نقل الحديث، هو عمينقله غالباً، لا يغيزنا، لا يغيزنا، يعني هلأ غالباً، غالباً ما عمينقله لأحد يفيدنا، ويقلنا فلان، ما بيحبك أو فلان، بذير بالك منه، بتخيل اثنين، حالات نادرة، انه اللي عمينقلنا الحديث عنجد هدفه ولا يهزنا، ولا هدفه انه فعلاً ننتبه، نحن من مبارح يا رينا، طرحنا على صفحتنا على الفيسبوك سؤال، عم يقول، شو الأسوأ بالنسبة لألكون، قائل الكلام عنك، أو ناقله إليك، شاركونا رأيكم، لنستعرضوا بالتعليقات خلال الحلقة، رح نروح للشارع السوري، ونسألهم نفس السؤال، لنشوف شو إجاباتهم، موسيقى بدي أسألك مين الأسوأ برأيك، الشخص اللي حكي عنك من وراء ظهرك، ولا الشخص اللي إجا يخبرك مين حكي عنك؟ مين اللي حكي عني؟ الاتنين سيئين؟ الاتنين، الكلاب، لا يلي نقل الحكي، الشخص السيئ أكتر بيحكي علي، أكيد اللي عم ينقل، ليش؟ لأنه ممكن الإنسان يحكي عن شخص تاني بلحظة غضب، بلحظة كرة، ممكن يكون متوتر، عن غير قصد، أو بسموه عن غير عباية، ومو قاصد، أما الشخص اللي نقل أصده الفتنة، الأسوأ اللي بيحكي وراء ظهرك، بيحاول يزرع فتنة، بطريقة، يا أما تكون مباشرة، يا أما غير مباشرة، بيحكي وراء ظهرك، إنه لاش أحكي واش، بشي لوش يعني، بحسب الطريقة اللي بلغني فيها الخبر يعني، إنه اسلوبه كيف وصل إياه، وإصدر الله يغيزي، اللي ينمي بلا بيناتنا، هذا بيلعب له، لازم ما يوصي، اللي بيشوف لازم يذكر، ما غازك، إلا اللي بلغك، بس ما بتفرق معي، يعني، اتنين سيئين بالنهاية. يعني، أداش الحكي، بشي يقولوا الاستغياب، أو الواحد ما يحكي على حدا يستغيبه، هو أكيد ممكن يضرب الحالة النفسية كمان للشخص، ويأثر عليه، ويدايا يمكن، أو يصير فيه عنده صدمة من هذا الشخص، منعرف أكيد، أداش الحالة النفسية للإنسان، والصحة النفسية مهمة جدا بأهمية الصحة الجسدية، وهي تؤثر على سير حياة الإنسان بشكل كثير كبير، فش هي الطرق المناسبة لنحافظ على صحتنا النفسية، وكيف منقي أنفسنا لتكون مناعتنا النفسية كبيرة، سيخبرنا كل هذه التفاصيل الدكتور فادي كركوش، اقتصاصي بالأمراض النفسية، اللي صار موجود معنا صباح خير، كيف حالك دكتور؟ أهلا وسهلا فيك، صباح خير دكتور، أهلا وسهلا فيك، يعني، فعلا الموضوع الصحة النفسية، موضوع وإن كان جديد على مسامعنا، ممكن بالسبعينات اللي بلشين حكا فيه، ولكن مهم جدا، شو نقصد بالصحة النفسية أو المناعة النفسية؟ هناك فرق تام بين الكلمتين، بين المناعة وبين الصحة النفسية، الصحة النفسية هي، يعني، خلينا نقول، عنوان عريض لتفاصيل كثير تحكم، تشمل شيء اسمه، درجة من الاستجابة والتكيف الطبيعية مع كل الظروف والمطبات الحياتية، والتعامل معها، يعني خلينا نقول، بحكمة ومنطبية وعقلامية، موضوع المناعة النفسية هي، خلينا نقول، يعني كأذة الطبي ما موجودة لكلمة، بس هي يعني خلينا نقول، فينا نقربة أكتر، هي قديش أنت حصلت من مرونة، أو عندك من مرونة نفسية، بالتعامل مع هالمطبات اللي ذكرناها، لتحافظ على درجة، يعني خلينا نقول، معقولة ومناسبة من الصحة النفسية، للتعامل مع ظروف الحياة اليومية أو الطارق. تمام، خلينا نوضح الشغلة، دكتور، قديش في اختلافات بين الأشخاص، يعني نحنا بنعرف أكيد، ما حدا بيشبهه تاني، وما في إنسان بيشبه إنسان تاني بشكل كامل، شو هي خلينا نقول، أنماط العامل للأشخاص بالتعامل مع المواقف الطريقة والأحداث اللي بتصير معهم بحياتهم؟ هلأ، هي مو قدية في أنماط أو في اختلاف، هلأ نحنا في تطور شخصية من مرفي، في مراحل من حياتنا من مرفية بشكل طبيعي، هاي المناحل بيمر فيها كل البشر، بس هلأ، كيف استجابتك مع كل مرحلة لأي ظروف، طرقت على هالمرحلة، وغيرت بنمط معين فيها، أو بمفصل مهم فيها، والتعامل معها، بالإضافة لخلينا نقول، الظروف المحيطة الداعمة، اللي كان من درجة ثقافة الأسرة، المجتمع اللي أنت عايش فيه، قديش ارتباطك بالعادات أو التقاليد، الأمور الثانية، العلاقة بصحتك الجسدية كمان، في مكان ما بتلعب دول، لأننا لدينا بعض الهرمونات، هرمونات الشدة مثل الكورتيزول، هذا بالأزمات بيرتفع، هلأ، نسبة ارتفاعه، كدراسة طبية مخبرية، بتختلف من شخص لتاني بالتعامل مع الصدمة، أو مع الأزمة العابرة بحياته، هلأ، في منهم، هذا الصعود المفاجئ، بيعبر مرور الكراه، في منهم بيراكموا، بتلاقي بعد مثلا موقف محزن معين أو مزعج معين، تطور مثلا إصابة عضوية لاحقة، مثل إداء السكري أو شيء، بالعامية متعرفة، ما بيكون آني دكتور، بيكون بعد فترة عمنا، إنه علاقة بالاستجابة الهرمونية، أحياناً للرد النفسي، خصوصاً هذا الهرمون شدي اسمه الكورتيزول، بالعامية، منقول إيجا بعد زعلة مثلا، لا، هو يعني، طبياً، فيه شيء موصف هيك، إنه نحنا، بالتعامل مع، خلينا نقول حدث صادم، أو محزن، أو يعني مفجع، بغض النظر، أو ظرف، طريق، غيرنا، مسار حياتنا، خلينا نقول لورقة، أو الأسوأ، فبتلاقي في أشخاص، بيرتفع عندهم هذا الهرمون، بس ما بشكل لحظي، وأني ما بيبين، تطلع نتائجه بعدين، تطلع نتائجه بعدين، بإصابات عضوية مزمنة، من الإصابات القلبية، إصابات الغضض الصم، يعني مثل السكري، أو أمراض الكلة، يعني في مجال واسع ساعة، فإذا الصحة النفسية، بضررها تؤثر سلباً على الصحة الجسدية؟ تماماً، هنا علاقة متعدية، يعني الاثنين بيدعموا بعض، لأن أنت لا توصل لصحة نفسية، أو السواء النفسي، من أحد عوامل المهمة، أن أنت تتمتع بصحة جسدية جيدة. جسدية جيدة، دكتور، خلينا نشبه طالما نحكي عن الجسد والنفس، أنا بمنع جسدي، أنه ارفع سوية جهاز المناعة، وكفاءته، وحيويته، لأنه إذا أجه فيروس أو جرثوم خارجي، أو مؤثر سلبي خارجي، فأنا جاهز، أتلقى، كيف بدي منع نفسيتي، حتى إذا أجه مسبب خارجي، كون أنا نفسياً ممنع؟ خلينا نأخذ مثال حي وموجود، وعم نتفاعل معه كله، مثل جائحة كوفيد-19، الموجودة بكل دول العالم، وأثر النفسي الهائل، كان بالترقب، أولاً كان مع بعض الإصابة، يعني في عنا فئة من العالم، عندهم هاجس وخوف دائن، من الأصاب بالعدوى، وبالتالي بتلاقي هدولين، وفي أشخاص، يعني، كلنا، عنا هالنمازج بحياتنا، بتلاقي مو فارقة معروسية، مستهدرين، مو مستهدر، يقول مو فارقة معروسية، أو يقول لك، خلي على الله، واللي بدو يصير من رب العالمين، الكلامات الروتينية، المتداولة، المتداولة، هلأ، فكرة أنه أنا كيف بدي أوي مناعتي، أو أوي، في أسس عامة نحنا، لازم تكون موجودة بحياتنا، وهي نمط التفكير، أغلبنا، أغلبنا، بحب يفكر بإيجابية، بس في جزء بي، دائماً نمط التفكير تابعه سلبي، يعني، مسيطر، كيف توقعه أو ترقبه، دائماً بيكون الصورة عنده سوداوية، هل هؤلاء الأشخاص فيك تشتغل عليهم من ناحية نفسية، من ناحية تعملون كونسلينج مشهورة أو إرشاد، أنه أنا كيف بقدر غير الفكرة السلبية الأساسية الأولية، يعني مثلاً أنا نازل جاية على الستوديو لهون، ما دارت السيارة، إنتظر عن نهارك كله، أحظي دائماً هي، أحظي هي، بيتطلع مثلاً، أنه أنا مثل، أنا مثل أنا مثل، أنا إذا بدي أغير نمط التفكير، المسبب، لا أنه أنا مثل مثل، مثل أنا مثل، نسيان ضوء التابلو شعالة مبارح، فضيانة البطارية، يكون سبب بسيط، وواضح، ومفسر بالنسبة إلي، لحتى أنا شوائي، أخفف حدة الغضب أو هالنوع من التزمر، يعني أول شغلة، إرجاع الأشياء السلبية لأسبابها والبدء بالتفكير إيجابي. هي تراكمة مثل أنا عندي خزان عم يفضل من ناحية المرونة. حلق شوف الطفل تعامله مع الأحداث والكهل. بيقول لك صار مثل رجع مثل أولاد الظهار. هي إلى علاقة بمراحل تطور شخصيتك كيف أنت تلقيت أو دعمت استجابتك تجاه الرضود والكروب. لأن هذه المطبات لا يمكنك تحذر إمتى تحدث معك أو يفاجأك موقف يزعجعك أو يغير لك. دعنا نقول مسار مهم بحياتك. صح. وهذه الأحداث لا يوجد مهرب مننا دكتور. أي أحد مننا هو معرض لا سمح الله لأي حادث سيء لأي ظرف مثل ما قاله يغير له كثير من مجرى حياته. حلنا نرجع لذواتنا كيف نحن نبدأ من حالنا نعود أنفسنا على التعامل مع هذه المواقف الصعبة أو أي موقف ممكن يومي خلينا نقول ممكن هو يعملنا رد نفسي أو يعصبنا أو أي شيء. نحن نعاني منهم بالعيادات أو بالمراجعين. نحن نحاول إدارة الغضب. نحن نقول لك مثلا المراجع أو المريض. كيف ستعرفني؟ كيف ستعرفني؟ كيف ستعرفني إدارة الغضب؟ وهنا أي شيء يستفزني؟ حتى ألت إذا حرثت لهم يا إظهر على الأطعمة. كيف ستعرفني؟ كيف ستعرف أبداً؟ أبداً، أبداً، بصير مدعبة في شيء اسمه نوع من إدارة الغضب هلأ، نحن هي كلمة عامة، بس هي فيها شغل أكاديمي وفيها تقنيات يعني الأشخاص اللي بيعانوا مثلاً من هذا الموضوع بصراعة الاستفزال، بصراعة العصبية أو أي شيء أو عندهم هيك الطبع الأجرسيف أو العدواني شوي أنا يعني من هو من هالمنبر الإعلامي بشجع موضوع الاستشارة النفسية اللي هي بتفيد كثير نحن أنه كيف فينا نقدر ندير خليني أجواء التوتر المنعاني منها، وبالتالي ممكن تأثر مستقبلاً على صحتنا النفسية وبالعلاقة المتعدية على صحتنا الجسدية لاحقاً يعني هاي جزء بسيط من أنا الشغل اثنين، دائماً أنا خليني يكون عندي أساليب لتفريغ الإنفعال تبعي يعني أنا أي شخص فينا عنده وسائل أو تقنيات مثل نقول من التأقلم الذاتي أو الشخصي لحتى كيف يدير مشاكله أو يفكر فيها هلأ في أشخاص بفقدوا هذا الكنترول، بكسروا، بصرخوا مو بالضرورة لهذه الدرجة من الهياج يعني بفقدوا هذا الكنترول بإدارة يعني خليني نقول مشاكلهم كمان يعني دائماً الاستشارة المتخصصة بتفيد يعني هي شغلة جداً فعالة، مو بالضرورة عن طبيب في كتير درجات متخصصة خليني نقول الخدمة النفسية قبل العيادة اللي بيقدم لك إرشاد بيقدم لك مشورة في السايكولوجيست يعني فيها يعني فيها عندنا كتير مراحل نحنا بتساعدنا بالمحلات اللي نحنا نفقد السيطرة بإدارة أي شيء من أنواع التوتو واللي ذكرناها التدرب على تغيير النمط لتفكير لدائماً دائماً أنه نخلي لمنحة إيجابة أنزاد يعني جربوها أنه فكر إيجابة بصير المئة بالمئة سلباً بحياتك ينزل للخمسين بالمئة ما علي شيء شوية بعد شوية بصير أنه أفكارك إيجابية وبصير لو صار مشكلة قدامك كتير كبيرة أوكي حس فيها بس لا تعطي رد فعل مبالغ فيه نحنا هو من هدف نحنا خلينا نقول تسخيف أو تصديح أي مشكلة هذا اللي قلته أنا تدريل فعلاً أنا غير النمط لتفكير إيجابي زهنياً أنا بصير عقلي أقل تشوشاً لإدارة هذه المشكلة وإلى حل معه حلو ما أقول أي مشكلة الوقت اللي عم تقضي بتفريغ المشكلة وبعيش الدراما خلينا نقول وأنه ليش هيك أنا أو ليش هيك عم يصير معي فكر بالحل أفضل أدياش بيتقاطع حديثنا اليوم مع مصطلح الزكاء العاطفي الزكاء العاطفي أو الزكاء الاجتماعي هدول هيك يعني عم تختار اليوم عنوين كتير ضخمة هلأ دائما الأشخاص بيتمتعوا بهذا الموضوع أو بهذا النوعين للزكاء بيتميزوا فيه عن آخرين أنا برأيي أنجح دائماً بإدارة مشاكلهم هذا لا يعني أنه الأشخاص المواصلين لهذه الدرجة هني أشخاص يعني خلينا نقول من الناحية النفسية عندهم علّة نفسية أو في عندهم اضطراب لا، هي موضوع تدريب في عالم موضوع الزكاء الاجتماعي والعاطفي نوع من التالنت أو الموهبة تخلق معه ويطورها هو حسب مجال عمله اللي عم يكون فيه أو مجال شغله أو يعني أو دراسته حتى فهي أنا برأيي مفيدة مفيدة جداً وعليم المجتمع تمام دكتور فاديمان شكر أكثر على وجودك معنا يعني مثلما أن العنوين كبيرة والحديث يطول بهذه الأمور يطول دائماً لكن التدوائي مهمة أكيد نحن نضوي دائماً فقراتنا دائماً هي فعلاً تدوية على هذه الموضوع إن شاء الله أكيد بحلقات قادمة نحكي أيضاً بشكل مفصل شكراً شكراً كثيراً لك دكتور الحالة النفسية للإنسان أكيد تلعب دور كبير بنجاحه ومشما حكينا وتأقلمه مع المحيط وعلى قراراته حتى بالتقرير التالي حنتعرف على أبرز الأحصائيات التي تتناول الأمراض النفسية وانتشارها بدول العالم الصحة العقلية حالة من العافية على الصعيد العاطفي والنفسي والاجتماعي وبتأثر بشكل مباشر على شعور الشخص وتفاعله وتأقلمه مع الحياة وأحداثها وبتحدد كيفية تعامل الشخص مع الضغوطات وكيفية اتخاذه لقراراته ووفقاً لبيانات منشورة من قبل منظمة الصحة العالمية ربع سكان العالم سيصابون بمرض نفسي في مرحلة ما من حياتهم والأمراض النفسية بتسبب حدوث على الكبير من الوفيات وحالات العجز بتتراوح بين 8.8% و16.6% من عبء المرض الإجمالي الناجم عن الاعتلالات الصحية بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أما الاكتئاب فبمثل تاني أهم عبء مرضي بالبلدان المتوسطة الدخل وثالث أهم تهيي الأسباب بالبلدان المنخفضة هو الدخل بحلول عام 2030 الأحصائيات بتقول أنه زاد عدد الأشخاص يلي بيعانوا من الاكتئاب والقلق من 416 مليون شخص ل 615 مليون بين عامي 1990 و2013 يعني بنسبة 50% تقريباً هالشي بيؤدي لتضرر 10% تقريباً من سكان العالم من الاضطرابات النفسية يلي بتمثل 30% من العبء العالمي للأمراض غير المميتة بالإضافة لمعاناة حوالي 20% من الأطفال والمراهقين بالعالم من اضطرابات أو مشاكل نفسية ونص الاضطرابات النفسية بتبدأ قبل سن الأربعة عشر معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط عندهم طبيب واحد بس متخصص بالطب النفسي عند الأطفال يعني واحد لكل أربع ملايين شخص أضافة الصحة العالمية وجود حوالي 900 قلب شخص بيندحروا كل عام وفي حقيقة صعب أنه نتجاهلاء تتمثل بنقص الأطباء النفسيين وممرضات الزوب النفسي والمتخصصين بعلم النفس والعاملين الاجتماعيين وتعتبر عقبة رئيسية بوجود توفير خدمات العلاج والرعاية بالبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وين وصلنا يا شيف؟ الشربة عمتد هدى حنخليها للاخير هلأ هون انا شلت اللحمين حننزل الفطر خليه بس حبتين للتزيين حننزلهم بنفس المقلاية اللي ساوينا فيها اللحمة بس هيك تهويسهم مع بعض بعدين نرجع رد من رد اللحمة لقلها هلأ حنساوي هون البشاميل تبع الباستا أنا هون الباستا سلقتا وشلتا كلها منحاول متى ما حلصنا منا بس نحط له شوية زيت بعد ما أنا طلعها من الماء بس هحط له هيك شوية زيت حتى ما تمسك عبعضها هلأ شو حنساوي للبشاميل أنا أول شي هنزل موعدة هنية زيت زبدة هحط شوية طحين هون كمعلة البصل اللي حطيناها بقلب اللحمة يعني تقريبا شي معلقة صغيرة كاملا هيك بس تقلعي مع بعض قدمع فينا البصل يتكون صغيرة حتى ما كتير تبين بقلب الصوس عندي تقريبا هون علقتين طحين كمان هاتركون شوي ليتحمصوا بعدين أنا حشد اشتغل بالقلب تقريبا هيك لحطة أوصل للسماكة اللي أنا بدي إياها تقريبا هلأ بترجع بتشد شوي متى مع أغضتهم هنحط بسكت جاية تانية وتكون خالصة نعمل تقليبا للخطط أنا خليت حبات هيك متى مع هنان وقطعت شوي بس مش عاني عصوني هيك مدالين بالطبق هلأ هنتبين هون مع بعض شوية ملح أنا عندي اللحمة متبلة هكتير هزود شوية البهار أبيض بودرة البصل وبودرة الطرن عندي هون شوية أوريغانو بحسن كمان نزل شوية أعشاب هنزل شوية أعشاب صغيرة بس هيك شوية أعشاب فرش بس شوية صغيرة هيك بتعطيني طعم بالطبق وتطلع الشكلة حلو بس هاي الفكرة أنا ما بحسن نزلها غير بس لا ينزل الطبق ضغري لأنه عندي هون الأعشاب ضغري بقى ضغري بتسود بقى هاي المقطة ضغري وقت اللي بتكون تنزلوا الطبق هلا هيك قالس هننزل بالفطر هكت اللي شوحنا واللحمة هكت كلهم خليهم ياخدوا الطعم بعدين هننزل بالباسة هلا هيك بس هاتركها شوية لتهدي هيك تاخدوا الطعمة كلها مع بعضة تكون طبقنا تقريبا جاهز بس هنخلط مع بعض الشربة عشان ننزلها الكريم هنزل الكريم هلا هون تبع الباسة ها هيك تتبلغ كلها وبعدين هنفروم الشربة مع بعض هلا هيك خلصت بس هاهدي عليها ما تخلوها كتير قوية حتى ما تنشف عندي السوس هاي الشربة تعقدت استويت كلها اخدها بحطة هون قريبة مني هننزل فيها بالميكسر بحسن نخليها متل ما حكينا قطع هلا هيك جاهزة هننزل بالكريم اخر شي من نزل الكريم كتير بتفرق الطعمة بالكريم وهيك بتكون الشربة خالصة معنا الباسة خالصة صفيت بس عب تقديم ونرجع لكم واردورنا شكرا يا شايف شكرا يا شايف شكرا كتير لك شايف من بين يمكن لكتير من المدارس والمكتبات الاثرية الموجودة دمن مدينة دمشق اليوم رح نحكي عن المكتبة العادلية يلي قدرت رغم الكتير من الظروف الصعبة انه تحافظ على التراث يلي بتحتوي هاي المكتبة وهي المدرسة الرائعة طبعا هالشي مغريب لما منكون عم نحكي عن عاصمة مثل دمشق معلومات اكتر عن المكتبة العادلية رح نعرفها بالدقائق القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المدرسة تمت المدرسة تقريبا على وضع القديم اللي هو عبارة عن مسجد محراب بشكل بسيط الى انجاء الملك العادل طبعا الملك العادل هو شقيق القائد ناصر صلاح الدين وايضا يعتبر هو حسب المؤرسين الجد الاكبر للايوبيين المدرسة العادلية كانت لها اهمية كبيرة عند اهالي دمشق كونها هي المدرسة الفقهية الكبيرة في دمشق الاكبر طبعا في دمشق وايضا كان العلماء من هذه المدرسة يتخرجون وفي هذه المدرسة يدرسون وفي هذه المدرسة يدرسون ومن اشهر هؤلاء العلماء طبعا الفيلسوف الشهير ابن خلدون وايضا ابن خليكان طبعا هذه المدرسة نتيجة اهميتها للدمشقيين والسوريين بشكل عام تم اختياره كمتحف وطني في عهد الانتداب الفرنسي قبل ما طبعاً اتقل للمتحف الوطني الكبير الموجود على ضفاف نهر بردة وتحولت بعد ذلك طبعاً انتقلت تبعية هذه المدرسة إلى عدة جهات إلى أن انتهت إلى تبعيتها لمجمع اللغة العربية كون مدرسة فقهية علمية كبيرة هي درة المدارس في دمشق بقيت المدرسة العادلية خلال العقود الماضية محافظة على البناء العمراني الذي شيد لها لأول مرة في عصر الملك العادل سيف الدين بكر بن أيوب حيث كانت تهتم حينها بتدريس اللغة العربية بشكل أساسي لتتحول إلى المتحف الوطني ثم إلى مقر لأول مجمع للغة العربية في العالم العربي المكتبة العادلية والظاهرية والجقمقية وغيرها المئات من المدارس والمكتبات هي مثال حي عن جدارة دمشق وتميزها بين العواصم العربية والعالمية بحفاظها على التراث المادي واللا مادي بجميع أشكاله وتنوعاته حتى قيل في دمشق الكثير من الأشعار كرد عفوي على تميزها بين المدن ومما قيل وسل المكان ومن به قد قاموا يخبرك كل منها متفاخرا أن الشام على حماه وسام فكم استطاب بطيبها علم له وبطبها كم طببت أسقامه تكلمت عن جديد اختيار ملابس المولود الجديد هي واحدة من أجمل اللحظات التي تمر على كل أم تستعد لأستقبال طفل أو طفلتين اللي جاءين على هذه الدنيا صح يعني بينطرون حتى الديارة بيقولونها ديارة البيبي الجديد ومن ضمن الديارة كتير من القطاع والتفاصيل اللي بتغيب عن ذهن الأم يمكن لأنشغالها بأمور تانية لكن ضمن هالفقرة كل شي بيخطر على بال الأم من الأسئلة رح تاخد أجوبتها مثلا وشو القطع الضروري يلي لازم تشتريها وشو نوعية القماش المناسب لهالقطع حتى يمكن يخطر لها شو بدأت تعمل بهالتياب بعد ما يكبر المولود الأول كل هالتساؤلات رح تجاوبنا عنها رنا ووظيفتنا خبرة الصناعات الحرفية اليدوية الست ريما خير الله تفضلي يا رنا شكرا ورد أهلا وسهلا فيك معنا أهلا وسهلا فيك تمام يعني مثل ما كنا عم نحكي أنه الأم بس أكيد تعرف أنه هي حامل وتبلش تستعد لهذه المرحلة الجديدة بحياتها بتصير بتخطيط شو بدأت تعمل شو بدأت تجيب لهذا البيبي خصوصي إذا كان الولد الأول هم بقى منشوف الأمهات بصيروا بيتركوا كل شيء يعني بيجيبوا كل شيء كان يسوق لعندهم على البيت كيف لازم تحط خطة لأم خلينا نقول لها تعرف شو لازم تشتري وشو ما لازم تشتري تمام أول شي بريت شكركم على استقبال أهلا وسهلا شكرا لك شكرا لستازورد وشكرا لسترنا أهلا وسهلا ثاني شي كثير متعتوني اليوم أضحكيتوا عن مكتبة العادلية لأنه أنتو عم تحكوا على عراق بلد يعني ما في مننا بالعراق جميلة جميلة أنا أصر شفتك مدموجك أنت بالتقرير طالع على الشاشة حسيتك شكرا لحبه لأنه لحد الآن بلدنا تحوي على الان هاس مبضعين وستات مبضعين هاي أول شي تاني شي بالنسبة للموريد تعرفين أنت أحلى لحظة وقت الدكتور بيخبر الأهل أنه جعيين طفل أو ضيف كثير حدوا على البيت هلا من أهم شي إنه الحمد لله بوجود التقدم العلمي صار في عنا إيكو الإيكو بيبين نوع الجنين صبي أو بنت حقيقة صبي أو بنت ما عد فيه صار لبكة بالنسبة للأطفال للأهالي أنه يتلبكوا بالنسبة لشي بنا نشتروا لأولادهم صح صار يعني بالنسبة للحجم كما نتحدد بالنسبة للنوع تحدد صار عندهم خيارات كبيرة إنه يختاروا صوصي الألوان يعني الألوان هلا إحنا إذا بنا نفكر بطريقة تدبيرية دائما بتختار الألوان هالي بتناسب الجنسين محايدة محايدة هالي مثل الأصفار مثل الفستئي مثل التركوازي هادول يبقوا للطرفين من الأطفال هلا أهم نقاط بالنسبة للبيلي لنيوبورن بيحتاج أكتر شي أول في الفترة من عمره بيحتاج للأمسانة الداخلية هل تكون حصريا قطن لأنه تعافي أصلا مية بالمية مية بالمية لأنه ليه لأنه تكون بشرطة كثير حساسة حساسة ما بيقدر يعني بدي يكون كثير بدوا عناية بقى القطن حصريا إضافة إلى الأبرولات ما بنكتر ليش لأنه الطفل بيكبر بسرعة كبيرة أهلينا أيام زمان ما خلوا شي إلا ما حكوا عليه قالوا إنه أكلوا الطفل تجارة ولبسوا خسارة لأنه ما بيلحوا يمكن بيجيبوا الأطفال ما بيلحوا ما بيلحوا ما شاء الله خاصة إذا عنده قابلية إنه وزنه يزيد كل فترة بدهم يديره يعني صح عرفت إيش لهم بقى بيعملوا كمية محددة بيحيث إنه كل فترة تلائم يعني مثلا عندهم لائما يجدروا عندهم يعني عندهم مثلا من الصفر لتلاتة شهور هيجيبوا بأول مرحلة عامة بأول مرحلة عامة وتكون كمية تقليل يعني بكفي ممكن ثلاثة لأربعة قمصان داخلية مع زر مع كبسات من تحت لأنه مشان تحمي معطل البيبي لأنه أكتر شي بتأذى هو حتى السرعة بتكون أول فترة يعني عند البيبي فبيحاولوا بنحسك يدفوا الولد أكتر لكن مشان ما يعاني من المغص لأنه كل شي جديد يعني إيجا من عالم لعالم تاني يختلف عن العالم هالي كان فيه وإضافة إنه بيكفيهم كان ثلاثة أبرولات يكفيوا هالفترة هاي هلأ هلأ اللي عم يسمعونا ستريم عم يقولوا شو ثلاثة أبرولات أنا أنا ابني لحلك ليش أنا مثلا بتقول الأمي أنا ابني بيوسخ كتير ابني مثلا ما عمي قبل الحليب تمام هلأ نحن وقت بنستعمل البفتات أو الصدريات منخفف منخفف هذا منخفف كمان على الأطعاب تمام نحن لأنه عنا فترة بسيطة لبين ما يكبر البيبي يعني ما بدو أكتر من ثلاثة أربعة ما بدو يعني وبعدين بوجود التكنولوجيا الغسيل ما عدت الأيام زمان يضطروا يجمعوا مش كالتكنولوجيا موجودة بس الكهربة مو موجودة يعني شو بنا نعمل؟ هاي الظروف هاي الظروف البلد هالي نحن عم نوان فيها بس إن شاء الله بتحسد نحن عم نحن تقريبا بشكل عام ما عم نحكي بظرف معين يعني أنا عم بحكي بلسان أي حدا عم يتابعنا هاي الظروف البلد هالي نحن عم نمر فيها في كتير ناس من الأهالي ما بقعدوا نشترو هالكمية اللي كنا نحنا نشتري هاليام زمان أكيد طبعا لأنه نحنا كنا نخطط أيام زمان أنه نشتري القطة خاصة أنه أول بلد أنه نحنا لا حيشي ولا تاني ولا تالي بيضلوا بيضلوا خاصة أن كانت ممتازة كانت ضاين شوي هلا كانت ضاين كيف؟ كله تغير كله تغير طيب حكينا شوي على الأساس خلينا نقول يعني الأهالي كمان بيحبوا يلبسوا الولاد شغلات حلوة يعني غير الداخلي اللي بدأ يلبسوا الولاد تمام هلنا بيحبوا دائما أنه وقت بيكون بالمستشفى بالمستشفى لازم يلبسوا هيك كانوا أهالينا أيام زمان يعملوا مثل فسطان هالي كالب بيلبسوهم للأمراء وقت الولادة فسطان طوير للأم تقضي للولاد للبي يا حزين ليش ولدكم هيك وقت المباركة لأنه كانوا استعملوا الإنداء والآن أتغيت ومع أنه الغرب يجعولها يلبسوا فوق منه فسطان فسطان كله ضنطي صبي أو بنت صبي أو بنت يعني هاد بيسموه فسطان النزلة بالمستشفى لازم يستعملوا حلوة هلأ قولي بيطلتها العادة صاروا بيلبسوهم أفرولات ومرتبة تقيلة تمام بيلبسو شي هيك إضافة لأحرام مثلا مرتبة تقيلة أنا هو كمدي أحكي على القطع الموجودة معنا القطع اللي جايبت لناها ستريما هي كمان الأم بتحب هي تكون أنا كتير بحب الليلة يعني هي بتكون بيطلها بتفوكيس على الأطفال وبينسوا أحيانا تعمل حيلي حملت وتعذبت يعني أنا حتى بتحكي علي أزعيب ميلا الطفل بيجيب للأم والطفل للأثنين للأثنين حبيتك كثير للمدامري معك جدا جدا طيب هيا عملناها لأم للمستشفى هذا شغل إيد شغل يدوي كله شغل يدوي وشة عملت صبايا ليش عم قللك مبدعين يعني سبتاتنا بالفعل مبدعين هذا روب تلبسه شغل يبين معنا شوي على الكاميرا نرجع على الكاميرا لحتى يبين أكتر طيب هلأ هو روب ستة تمام تمام مكتوب أرا مام ما قدرنا نكتوب ما قدرنا نكتوب نيو مام لأنه بياخد مسافة خلاص مام منيحة نيو مام مبسوطة أنه هي صارت صارت أم كثير كثير حلول الشغل وحتى الشرك وحتى الأمانشة تكون مريحة للأم هي بتكون ولدانة جديدة بتكون أكيد تعبانة لا بدها شيء يكون قاسية عليها طيب هلأ نحنا عملين عملنا مثل طأم طأم هو للبيبي بس ملاحق تجيب المنشة تبعه ما بيأثر هلأنا نشوف كيف فكرة هذا كمان هذا كمان للأم لأم بتلبسه مع مع الروم هذا كمان جدا مريحة هون شايفين أنه حتى سميك يعني دعستو بتكون عملنا كله أم يعني كله مام هيا إذا بتحب يعني بنحط الحرف اسمه إذا هي بتحب اسمه كمان هذا حرام كمان للبيبي كمان نفس الكواليتي نعمة كتير جعلت مالشي سامخوني مع بيأثر كمان هنا عم الورجية الزكرة الحرف بي إنه بيبي نحط كمان حرف حرف الطفل اسمه حرف الولاد إذا هو كثير ساتان ناعم كثير تمام إضافة إلى بشكير بتستعمله الأم بالمستشفى لألا كمان لألا يعني فينا نعمل كطأم كامل نعم كطأم كامل تمام هذا للولادة بالمستشفى كتير حلو كما أن الأم هي حتى يعني منامن معهم تتسني بطفلة بس كمان يعني تتسني شي في حالة حتى هلأ ما شاء الله كله عم يهتن كله عم يهتن طيب القطع لي معنا هي مكا لضيافة الشوكولات هذول لضيافات الشوكولات وهذول في إلهم بالمقصة بالاقتصاد المنزلي اللي بنهاية الحديث لأن هذول الشغلات كنا من نرنيهم أو بيجيك يا قلب ما بيستعملهم خلص يعني من عدل سيهم شوية من عدل من ضيفة عليهم بعض الشغلات هيك بحيث أنه نقدر نستعملهم شغلات مفيدة لبعضين يعني عنا هذا مثلا فينا نستعمله هذا الشوكولات هذا فينا نستعمله نحط فيه بشاكير مثلا كمان فينا نحط فيه نحط فيه نحط فيه ما بدك تحطي فيه أي شيء فينا نحط فيه فينا نستعمله تمام حتى هذول البقاء نقدر يعني الصابونات هذول نحطن هيك كمان نحطن بهذه الطريقة يكونوا ضيافة لولادات حلوة فكرة الصابو هي لأنه عملية تضل بعدين بل ريحتها حلوة نرسلها ستريما شكرك على وجودك معنا وعلى الأفكار التي أعطيتنا أهلا سهلا أهم شيء أهم شيء هي تعتني أكيد بحاله تعتني بالبيبي التي جاء على هذه الدنيا وكلما هي عملت شغلات فرحها فتفرح شكرا 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 لك شكرا لك شكرا 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 صار وقت ننتقل إلى رياضة الصباح التي جاهزة شكرا 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 سوف نعيد 20 مره 10 و بالاتجاه المعاكس لأدنه 10 انا عملت 10 ب 10، انتو حتملوها 20 ب 20 وهذا بيعتبر سيت واحد، حلنا نقلع السيت هي اللي بعده انا هطلع طريق لبعضو كرمال الوقت من هون رح افتح ايديه الاثنين لفوق نرجع ننزل داو شادين معدتنا نطلع نفس واحنا لازم ناخد نفس نسكر ننزل لتحت نظر دمبل سنصبح اعمل سنجد نقف الان سنجد ونقف الان ونقف الان باستخدام الان اشترك ايضا سنقوم بوضع صدري مجدود سننزل لتحت باتجاه الارض سنرفع الوزن لفوق نرجع نصنزل لتحت عمستوى الصدر انظر نفس التمرين يلي بعده هاخد الوزنتين مع بعضهم هشكل ايدي بهاي الطريقة زاوية 90 على كل ايد هضب من رجوه نرجع نفتح البره نضع نكتاب الخلفية اتنين اتنين عشرة حرائح آخر تبريه حناخده اليوم حنخلي ايدي بهي الطريقه تجاهه لقدام حنرفعه لفوق ونعمل سكويز على الصدر نرجع ننزل لتحت حنشغل اليدين منهم حنشغل الصدر ايضا اب لفوق اثنين ننسبت فوق ثلاث ثماني نزول بطيء لتحت آخر عده هذا التبريه حناخده 12 مره اربع تكرارات وهيك بيكون خلصنا ثماني من اليوم بتمنى ان تكون عجبتكم وبشوفكم بالحلقات الجاية الراتب مسابقة فيه العديد من المفاجآت والصحوبات بعشرة شهر ربحنا الراتب شهري لمدة سنة بقيمة مئة الف ليرة سورية اليوم كمان رح يكون عنا سحب للراتب الجديد ولكن اليوم القيمة اكبر يا رناء اليوم قيمة الراتب واللي هو لمدة سنة كاملة 200 الف ليرة سورية طبعا السحب عم يكون بيشرف المؤسسة العربية للإعلان لهيك سمحولنا نرحب بالآن سيليال المغوط مسؤولة قسم التسويق بشركة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك معنا هلنا شو نذكر اللي عم يتابعونا اللي ما عشافونا بالحلقة الماضية بمسابقة الراتب شو هي؟ مصابقة الراتب مصابقة أولا هدفها المساهمة بالفرح والفائدة جوائزة عبارة عن رواتب راتب 100 الف راتب 200 الف راتب 300 الف والراتب الجائزة الكبرى اللي هو 500 الف ولا مدة سنة كاملة طيب الناس عم تتساءل هذون الرواتب كلها مثلا ربحنا من عشرة أيام المئة ألف اليوم حنربح المئتين ألف إذا حابة تشارك مثلا بالتلاتمئة ألف كيف طريقة الاشتراك؟ عبر ثلاث خطوات لكن بطريقة تسلسلية يعني كل خطوة تؤدي للخطوة الثانية وبكل خطوة عندنا شقين الشقة الأول اللي هو السؤال والجواب واللي بأهلك لتدخل على السحب الشقة الثاني اللي هو دعم النقاط أول خطوة أول ما يشترك الراتب عفواً المشترك بيرسل كلمة راتب فهون هو يتأهل رأساً ليشترك بالمسابقة ويدخل على السحب فات على سحب أول راتب تمام؟ من ثم نحن نوجهه بمسج إذا بيحب يعلي نقاطه يعزز نقاطه يعزز نقاطه ويكرس فرسته بالربح عن طريق إرسال كلمات معينة لتساطاش ثمانة وتسعين هون منتقل للخطوة الثانية اللي هي هون منسأل السؤال ليدخل فيه على سحب راتب 200 ألف ليرة في حال جاوب صح دخل معنا على السحب أيضاً من ثم نوجهه لتعزيز النقاط بمسج هون في حال حقق هذه الخطوتين أهل معنا للخطوة الثالثة اللي هي منسأل السؤال ليدخل معنا على سحب راتب 300 ألف ليرة سوري أيضاً كذلك الأمر في حال جاوب صح دخل معنا على السحب ونوجهه نحن بالآلية ليعزز نقاطه في حال حقق ثلاث خطوات دخل معنا على السحب بنرسله هون السؤال الذهبي اللي هو سحب راتب 500 ألف ليرة سوري في حال جاوب بطريقة صحيحة هون بيدخل معنا على السحب وأيضاً ما مننسى تعزيز النقاط دائماً من بعدك السؤال طيب في حال بهذه الأسئلة اللي عم نحكي عنا جاوب غلط ممكن يجاوب غلط على أحد الأسئلة هون شو بيصير؟ منهدي نصف عدد النقاط للجواب الصحيح ونكرر له السؤال حتى يجاوب بطريقة صحيحة بدخل معنا على سحب الراتب طبعاً نحن بدنا الكل يكون معنا رضيان وكسبان لذلك اللي ما ساحب ما عفواً ما حالفون الحزب بصحوبات الماضية حيضاعف معه عدد النقاط إضافة أنه حيتأهل للسحب على الراتب جاية طبعاً في حال جاوب صح؟ ومثل ما ألفلت كنا نحنا بدنا المشترك يكونوا معنا مستمرين يكونوا معنا طبعاً مستمرين ورضيانين لهيك نحنا ضاعفنا لهم عدد النقاط إن شاء الله الفرصة موجودة أمام المشتركين إن شاء الله الكل يربح إن شاء الله يا ربو هلأ في مفاجآت ماذا المفاجآت نحتي عنا؟ هلأ هنحكي هلأ هنحكي هلأ ابتداء من الشهر الجاي سيكون عنا رواتب جديدة بقيم مالية أكبر وعدد رابحين أكثر هلأ التفاصيل سيتم الإعلان عنا عن طريق القناة سوا سنخبر عنا أكيد قريباً صار وقت نعمل السحب هنعمل السحب لراتب 200 ألف ليرة سورية شهرية مثل ما أنا ولمدة سنة كاملة سنأخذ السحب على الشاشة ستارت 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 هذا الرقم ربح معنا راتب شهري لمدة سنة كاملة وأكيد هلأ زملائنا بالكونترول سيتواصلوا مع الرابح على هذا الرقم اللي يكون معنا على الهواء مباشرة لابد ما يصير الاتصال جاهز سنرح نرجع شوي مع الأنصال يعني نذكر يعني هيكل الهامي طب هنا كيف قدروا يستلموا الراتب يعني اللي يربحوا وكيف حيستلموا الراتب هلا بس بقايتهم بدي نوح أنه اليوم الرابح ربح معنا راتب بقيمة 200 ألف ليرة سورية يستلموا ويتواجدوا عندنا بمقر الشركة متواصل معهم للتأكد من هوية الرابح ثم يتم إداع المبلغ شهريا بحسابهم البيت بهذا الحساب لمدة سنة لمدة سنة كاملة يعني هناك ناس اللي هلأ عم يتبس على هذا الموضوع أنه أنا ربحت 200 ألف لا هو راتب كل شهر أنت ربحت كل شهر 200 ألف لمدة سنة صباح الخير ألو صباح الخير صباح نور معك ورد سباغ ورنا كويتر من قناة سمى الفضائية برنامج صباح الخير على قناة سمى بدي أتعرف باسم حضرتك لو تكلمت عراطي أستاذ شكرا أهلا وسهلا فيك شو اسم حضرتك باسل محمد ناصيف باسل محمد ناصيف صح؟ تمام طيب أنا رح تقول لك نحن ليش متصلين ومفايقينك من الصباح يلا إذا صباح تفيد باسل صباح النور أهلا أنت حضرتك مشارك بمسابقة الراتب صح؟ تماما بدنا نخبرك يعني هكي خبرية حلوة من الصباح ربحت معنا راتب بقيمته 200 ألف ليرة شهريا ولمدة سنة كاملة إن شاء الله ألف مبروك الله يبارك فيك شكرا ألف مبروك يا رب ألف مبروك يا رب مليونين وأربعمية لمدة سنة كاملة كل شهر حسب لك كامل ورد زغري إن شاء الله يكون 200 ضرب 12 مليونين أربعم لأن فرحتنا لألك يعني روحت لنا الأرقام شوي إستاذي الكريم من وين حضرتك؟ ألو من وين حضرتك صديقي؟ من محافظة ناحية وار العيون أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لأهلينا اللي موجودين هناك كيف التأس عندكم هالأيام؟ والله طعز مشمس اليوم حاليا اليوم مشمس ممتاز طيب شو ناوي تعمل بهذا الراتب الشهري؟ هات تخبرنا لنشوف الراتب الشهري بظلط بهالظروط هي يعني فيه إلو فيه إلو والله إلو إلو عازي وإلو عازي بكتير صح؟ إلو كتير استخدامات طبعا بيسند إن شاء الله يا رب ألف مبروك لألك أهلا يمالك كما ألف إستاذي ليالم شوي إنه لسه الفرص قائمة أمام المشاركين ورح يتواصلوا معك مثل ما أخبرتنا آلية استيلام الراتب حيتواصلوا معك فورا بعد الهواء المباشرة شكرا لك شكرا لك شكرا لك أهلا وسهلا فيك ألف ألف مبروك سيد باصل يعني ألف مبروك كل حد عجب من خبره من المبسط يعني نعم نعطيه على الأقل خبر حلو من الصباح أكيد أنسلال مرجع نذكر شوية المشاهدين شعن الصحبات القادمة هتكون قيمة الجائزة وكيف أيضا بقدروا يشتركوا فيه هلأ الصحب الجاي نحن حبينا نفاجئ المشاركين الصحب الجاي كان سابقا بعد عشر أيام هلأ نحن سوينا بعد سبع أيام بيوم سبع وعشرين الشهر يوم الأربعة على صحب راتب بقيمة 300 ألف ليرا سوري ومام ما منسى أي حدا بيحب الشرك يرسل كلمة راتب على تساطعش ثمان وتسعين من أي خط سريتي لو أمتئين بالتوفيق للجميع نصال معناتها بأيان سبع أيام فكسفوا المحاولات زيدوا النقاط عجزوهم حتى تربحوا راتب 300 ألف ليرا سوريا لمدة سنة كاملة شكرا كثير لإلك أهليه فيكم شكرا كثير شرا سينا شكرا مشاهدين أكيد نذكركم لا تنسوا تشتركوا بمصابقة الراتب شكرا كلمة راتب على تساطعش ثمان وتسعين من أي خط سريتي لو أمتئين ونحن أكيد بكملي فقراتنا بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر تبادل المشاعر العاطفية حالة لابد انه يمر فيها ويعيشها اي شخص بس مو دائما بتكون مثل الافلام والمسرسلات لانه اوقات للأسف الحب عند احد الطرفين بتحول لجنون مؤذي او بيكون منطرف شخص واحد تجاه شخص ما او احد المشاهير يعني غير متبادل وهي الاسباب كله بينتوج عنه مشكلة خين نقول عنه الاحباط عند الشخص فبيتحول الشعور من اعجاب وتعلق بسيط لمرض نفسي وهو متلازمة الهواس العاصفي شو نقصد بها المتلازمة وشو ابرز العلامات اللي بدل على الاصابة فيها وكيف بيتعامل المحيط مع هالحالة لحيخبرنا اكتر تفاصيل ورد اتبت يا رانا رح نخبر تفاصيل كتيره ومثل ما قالت رانا من شوي انه هاي المتلازمة اكتر شي حب من طرف واحد وغالبا تجاه مشاهير او شخصيات بتأثر فينا متلازمة الهواس العاطفي حالة نادرة من حالات الصحة العقلية تم اكتشافها لأول مرة في عام 1921 على يد احد الاطباء النفسيين وعرفوا على انه عبارة عن توهم المريض واعتقاده بانه شخص ما بحبه وعم يرسله اشارات عن طريق نبرة الصوت او حركات الايدين ولغة الجسد وهو بيصيب النساء اكثر من الرجال ويبحث باغلب الاحيان بفقرات عديدة ومتنوعة علم النفس طبعا عن هالموضوع بيحدث بنوبات الشيزوفرينيا اكتر بيكتر عند المصابين باضطراب الذهان او الاضطراب ثناء القطب وكمان بعلاقات الحب المبالغ فيها بشكل كبير بس ممكن يعتقد احد الطرفين بانه امر عادي وتصير من شدة العشق من طرف لطرف اخر الاخر دحقكم باستمرار وطلب البقاء الدائم باي لحظة علامة تحذير انه هالعلاقة بخطر والشريك بهالحالي رح تتهدم ثقته بنفسه وممكن يعتزن عن الاخرين يعني شفنا بالتقرير العلامات يلي بتأكد على انه الشخص يلي منحبه عنده هوس عاطفي تجاه شخص اخر لكن اذا كان المصاب عم يعيش حالة الحب من طرف واحد فاعراضه نوعا ما بتختلف مثلا انه بيرسل هدايا او رسائل مع اجراء مكالمات هاتفية باستمرار للشخص التاني بيتوهم مواقف خيالية تفصيلية بانه الشخص يلي بيحبه عم يلاحقه او عم يلبس الالوان يلي هو بيحبه عن اصد طبعا هذا المرض ما ممكن يجي بالصدفة في عوامل واسباب اساسية وثانوية بتأدل الاصابة فيه العامل الاساسي الاول هو عامل وراثي وبيعتبر من اهم الاسباب يلي بتأدل الاصابة بالهوس العاطفي لما العامل التاني هو بايو كيميائي بيكون المرض مرتبط بامراض عصبية ناتجة عن حدوث خلل بتركيز المواد الكيميائية اما عن الاسباب الثانوية فهي بعض الادوية يلي بتنتج عن تناولة اثار جانبية على المدى البعيد وبتأدي للاصابة بالهوس العاطفي التعرض لصراعات مثلا داخلية والاصابة بالاحباط ورغم اختلاف الاسباب يلي ادت للاصابة بالهوس العاطفي الا ان الخبراء اكدوا انه تشخيص هالاضطراب صعب جدا وهالمرض بيشكل خطر على المصاب نفسه وايضا على المجتمع الشخص المصاب بالهوس العاطفي بيتوهم كتير قصص تجاه المحيط وممكن يسبب خطر ببعض الاحيان على اهله واصدقاؤه بسبب اعتقاده بانهم عميز تنكروا يسخروا منه ووضح الاطباء ان متلازمة الهوس العاطفي تم تصنيفه ضمن توهم جنون العظمة فحددوا طرق خاصة لتعامل المحيط مع المريض اولا لا تحرق اعصابك بسبب سلوكيات المريض المستفزة فهي مرتبطة بالمرض ثانيا حقق راحتك بدعم المريض بعلاجه النفسي ثالثا راقب التزام المريض بتعاطي الدواء لحتى ما تسوق حالته بيأثر على حياتك رابعا لا تتركه اثناء النوبات وساعده لحتى ما تتطور الحالة بسبب اسعاج للأسرة والمجتمع خامسا اغلق باب المحفزات يلي ممكن تثيره وتنشط نوباته مثل الشجار والصراخ والمشاكل الأسرية سادسا اتنازل عن السيطرة لانك ما حتستطيع التحكم بسلوكياته واخيرا الالتزام الصارم بالعلاج وما وصلت التدرب على التأقلم وفعل اشياء ايجابية الهواص العاطفي من ضروري يتعالج لحتى نتجنب حدوث مضاعفات للمصاب فيه لانه حالة شعور بالحب تجاه شخص ما رح تنقلب وتتحول ببعض الاحيان لمحاولة ايذاء الشخص يلي كنا بنحبه ونتخلص منه او نخسر المريض لهيك من الضروري استيعاب المحيط لهالحالة مع خضوعة لجلسات علاج نفسية لتشخيص متلازمة بدقة اكبر ومعالجتها بطريقة صحيحة وصحية وعادة طرق المعالجة بتشبه علاج الاختلال العقلي او الوهم مع اعطاؤه بعض الادوية التقليدية المضادة للذهان بس بالنهاية لازم نعرف وننتبه انه كلنا قد نقع بحب الاشخاص ان كانوا حوالينا او حتى المشاهير ومننعجب فيهم هذا شي طبيعي بس مو لدرجة منهوس فيهم ونفكر فيهم بشكل زائد او اذا ما بدلونا هذا الشعور نصير نحنا منحاول نأذيهم يا رنا واخطر انواع الحب اللي بيقلب لحقادي صحيح يمكن دائما بيعمل رد فعل عكسي هدول الاشخاص صح بيكونوا بيقمة الحب فبيصير في عندهم للأسف ردة فعل سيئة تجاه هدول الاشخاص نحنا اكيد مكملين لسا حلقتنا معكم ولكن بعد هذا الفاصل صارت نحنا وياكل الفقرة اللي كل يوم تنطروها بنفس الوقت فقرة الابراج مع المدام نجلة اباني صباح الخير صباح الخير يا ماند صباح الخير للجميع ظلوا بخير ايانكم سعيدة مرتحين ومبسوطين اليوم 20 كانون الثاني كواكب لمازالت في اماكن عما زالة المشتري للحظوظ سعيدة متقدمة في الدلو إلى جانب زوحة اللي بيعمل جزء من ارباكات عائلية كمان بالدلو عطارد للمستردات للأوراق للسفر للزكاة كمان في برج الدلو مولود كوكب المريخ ما زالة متقدمة في برج الثور والزهرة في برج الجد اول اخبار اللي عزيزنا مولود برج الحمل للامور اليوم ايجابية في عنده ناس جدد عم يستعيد علاقات سابقة عم يستكمل مسيرة افراح فهي بكير والحياة الامور بالنسبة لها جيدة حاول تكون منظما او مخططا لما تريد خاصة انه الاسبوع القادم كله يعتبر مولود برج الحمل اسبوع ايجابي وجيد بالنسبة لها لك مولود برج الثور ده تنتبه من بعض الامور اللي ما كتير مريحة ما بعرف امر صغير ممكن اليوم يجرحك او يقلمك الصمانك متأكد فيها شوي من خياراتك ربما في شي عملي دايقه مولود برج الثور ليس في حالاته الافضل ما بعرف اذا عندك ورقة قضايا ارس قضايا بمؤسسة ممكن عم تتعطل يعني على كل نقلل من نقدك اليوم عزيزنا مولود برج الجوزاء اليوم الفرص كبيرة لترتب امورك اجتماعيا احد الايام الافضل اجتماعيا اصدقاء صيغ تفاهم عم تصلى بينك وبين الاخرين ترويج قصص العلاقة باجواء مفرحة دعم او وعود انا بعتبره يوم جيد لتفرح فيلي تواصل او لمحبة او لقصص العلاقة بالتغييرات احد الايام الاكثر تعبا هو مولود برج السرطان صلك يومين ثلاثة بكركم ما كتير مبسوط في شي مو كتير عاجبك في نوع من انواع التحديات حواليك لازم تخففها كلمة صريحة رد متسرع اي لصاص خففة بهاي اليومين حكم خاطئ ربما عم بيخليك متضايق او تشعر بالزمد حاول تبتعد عن العناد او المكابرة مولود برج السرطان وما تتزحب من معركة لا بيعصبية ولا بجدل عقي مولود برج الاسد احد الايام الافضل بالنسبة لك يومك الجيد اللي فيه فرص لترتب امورك وقت التغيير حان يوم فيه تفاهم لوجهة نظر الاخرين فيه لقاءات ممكن تكون مهمة نقاشات عائلية مؤيدة نوع من انواع الايجابيات اليوم المساء وانت رايح على بيتك او انت داخل عفرشتك حتقول مليح انا اليوم انجزت وعملت واشتغلت واليوم جيدة مولود برج العزراء يوم جيد جدا بالنسبة لك على الاقل كصداقات قديمة كمساعدات فيه حد عم بيساعدك اليوم باكتشاف اخطائك او بتصويبها عمدك ترميم لبعض العلاقات عم تستفيد من الاخرين عم بتفيدهم عم تفهم شو عم بيصير عم تكسر بعض الحواجز عندك يومين ثلاثة بياخدوا العقل مولود برج العزراء لتشعر انه فيه محبة عموما حوالك مولود برج الميزان الحقيقة فيه عندك مضايقات وصلك يومين ثلاثة مو كتير مرتاح يا عم تخوض نقاشات مانا كتير مجدية يا معصب من قصة عائلية او شخصية عموما وجود الزهرة في برج الجدي عم بيخلي امورك العائلية او امورك الشخصية ما كتير مرتاحة حاسس كأنك داخل منافسة مولود برج الميزان يمكن جواب رد متسرع من اشخاص يعني تحس فجأة انه هلأ هو هيك كأني انا ما بعرفه يعني هاي خيبة الامل بالاخرين انا قولي هاي الايام حاول تكون مولود برج الميزان اهدأ حاول تقبل بعض التناثلات اذا عقرب اليوم عنده 100 ألف قصة شغلته والحقيقة يعني اذا رايح عشغلك ممكن ترجع بعد الشغل بساعة ساعتين ما بعرف يعني اليوم يوم فيه شغل كتير كأنك عم بتداوي مع غيرك المشكلة انه اليوم عندك نوع من انواع الأفأفة احساس اني لوحدي عم بشتغل كأنه ما عندي وقت للراحة في شي عم يغمرك بتيارات سلبية متعب عموما مولود برج العقرب اليوم ويشعر بالاستياء الاريح هو مولود برج القوس يمكن لانه قادر يحكي ناقش يفهم وجهة نظر الاخرين يفهم وجهة نظره للاخرين انت ناجح سعيد ابدا ملحالك يوم للقاءات بامتياز يوم لتسوق حجج وبراهين على شي انت بدك يا تقنع من حولك بوجهة نظره احد الايام الايجابية لانه عندك قدرة على التعبير يوم فيه وقاءات وربما سفر للي حابك الان شوي مولود برج الجديد ورح ايصلك يومين ثلاثة على الحالة يعني فيه شي شوي قلقك انا بظن قصص عائلية شخصية ما بعرفية شراكة عاطفية شي داخل جديد لحياتك عم يقلقك طبعا انت اي جديد يعني منيح ابيح رح يقلقك قولا واحدا اليوم فيه شي احد الابناء احد الاشقاء عامل لك نوع من انواع القلق ما انه كتير الاريح مولود برج الجديد مع انه اليومين اللي جايين رح يكونوا تعويضين لانك مولود برج الدلو اللي حقيقة اليوم عم تعدل خطتك بحيث يعني تكون افضل سواء كان بلقاءات مع زملائك بانجازات عائلية بقصة شخصية اليوم في عندك تفاؤل نشاط مولود برج الدلو وعم تتحرك لانجازات ويوم ايجابي وفيه حركة عزيزة مولود برج الحوت غالبا عم تناقش بجديد على الصعيد المالي عم بتدور على دخل اضافي عم تستعيد حق او دين الامور بالنسبة لك ايجابية ما بيعتبروا انه شهر سيء ماليا طبعا لا يعتبر الافضل بس خد بني نصيحة اتدخر ما استطعت خليني عايد مولود اليوم اليوم مولود 20 ان شاء الله ايامكم دائما سعيدة طبعا اخذ من البرجين اخذ من الجدي والدلو مولود خريقة ليكون جدير بالمسئوليات بيحب التحصيل العلمي مثقف هياخذ من الدلو وقعت الجدي مع ثقافة الدلو تخليك شخصية متزينة مسالمة غير ميالة الى العنف اميل للدبلوماسية للارقام للعيلة حبه للمال لا يسرق منه تواضعه قادر على التكيف مع معظم الاجواء الزواج بالنسبة له قرار صعب لازم يكون مرتب كل اموره ليفكر بشكل ايجابي بشكل زواج حضور مميز مسالم خالي من العنف سنة مهمة لترقية لسفار لاشياء معلقة لبيع عقار مشترك مع افراد الاسرة ملكية مشتركة فط شراكات تسعيد بالامور المالية سنة مهمة و ايجابية و جيدة خاصة على سعيد ارتباط اذا كنت خاليا او ترتيب لبعض الامور العائدية ان شاء الله الايام سعيدة للجميع نظلوا بخير وايامكم سعيدة شكرا يا مادام سعيد صباح شكرا كثير مادام صار وقت احنا اياكم ونشوف كيف حتقدمت لنا اليوم الشيف سنع اكلاتنا على اليوم اتفضلي شيف قدمنا شوربة البروكلي طبعا حننزلها شوية كريم فرش بالنهاية عند التقديم وكمان هنقدم كمان شوية كريم مع الباستا اللي ساويناها وهيك تقريبا بيكونوا خالصين طبعينا لليوم ساوينا باستا بالعشاب شوربة البروكلي شكرا يا شايت سنع احبتي الفعافية ضرورية الشوربة بهالطاص بهالبردات بهالشوبات ما في برد منهم ان شاء الله يا رب حلقتنا تكون نالت اعجابكم مشاهدينا وان شاء الله يا رب متل ما منقول على طول تكون ايامكم خير وبركة ورزق ثقتنا برب العالمين ما بتتزعزع ابدا من الالكم بكرة تسعون وص صباحا بي بايتمو بي ألفناد